هل شايف نسبة نجاح منظومة التحكيم في الفترة الماضية توصل لنسبة كم في المية؟ خلينا مثلا نتكلم على حاجة مهمة يا كريم وهي جاوبك بس دخل في سياق السؤال لعبة الأهلي الهدف في ماتفار تمام؟ أو معظم المحللين قالوا أنه هذا سليم إلا واحد بس اللي هو الكابت ناس عبر أوف لكن كل المحللين وحللوا الحالة للأسف حتى التحليل غير مبني على الوقعية وبرتوكول الفار ده اللي جنيني الوحيد اللي حلل ببرتوكول الفار هو الكابت ناس عبر أوفتسان تقول لش معنى أقول لك لأن الوحيد اللي أخذ رخصة محاضر فار الوحيد اللي دخل رخصة الفار الوحيد اللي اشتغل في الفار من كل المحللين ده ولا واحد معه رخصة فار كمحاضر فإزاي تحلل؟ إزاي تقول معلومات وانت مش عارفها حرام لازم نكتقى ربنا في حكامنا ده حاجة فإذا الحالة دي احنا قلنا إيه لاتحاد الكورة قلنا نجيب اللي حصل في غرفة الفار وده يا كريم مسجل صوت وصورة عظيم صوت وصورة جبنا الحالة لقينا أن الكابت المحمود عشور لم يخطئ وإن قراره إن النقاط اللي هو وضعه سليمة فيها من مية في المية وبعد كده التقنية اللي بتقول تسلل ومش تسلل وإنه عاد الحالة مرتين مرة بالدابل لاين عشان الناس بستفهم اللي بتحلل وياريت تعرفوا الضابل لاين يعني إيه وبنتخدمه إزاي ياريت تعرفوا ومرة بالترانجليشن اللي هي اللي بيكون فيها أكثر دقة في المرتين طلق الهدف تسلل كان نفسي أن نحن نطلع هذا الشريط هذا الكليب هذا الفيديو على موقع الاتحاد للرأي العام ليه لأن الإنسان اللي ما يجو يعدموه بيقوله نفسك في إيه فعلى أقل هو مظلوم نشوف مظلوم ولا لا فمحمود عشور كان قراره صحيح 100% والهدف تسلل ولذلك محمود عشور على مسؤولية الشخصية فقط حكم اليوم حكم مباراة اليوم تاني يا كابتن أساوم انت بتقول لي على مسؤوليتك الشخصية فقط الكابتن محمود عشور كان في مباراة أنا عينته وأنا رئيس كارينة الحكام لأن أنا الرئيس المسؤول أن يجيب له حقه طب هل كان فيه رفض من اتحاد الكرة على تعين الكابتن محمود عشور النهاردة ممكن يكون كان فيه تحفظ من اتحاد الكرة بكل المصدقية بقى أنا خارج الكرة بالزبط أدام حدك قلت على مسؤوليتي بكن فيه تحفظ أنا ليه بقول على مسؤوليتي أنا ببعد المسؤولية عن اتحاد الكرة عشان ما يخشوش طرف في صراعات معا طب ممكن أسألك سؤال من كده تاني طب أسألك من كده تاني إن أنا بتحمل المسؤولية لا حالك عشان ما يخشوش طرف في صراعات معا